السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حياكم الله طلابنا العزاء في درسنا اليوم حل أسلت درس سورة الصف دعوة موسى وعيسى عليهما السلام إلى بني إسرائيل السؤال الأول أكمل الجدول بالبينات أي بالمعجزات امصرفوا عن الحق وابتعادوا عنه أي زاغوا كذبوا أي افتروا السؤال الثاني أبين موقف بني إسرائيل من نبي الله موسى عليه السلام ودعوته آذوا سيدنا موسى عليه السلام وتمردوا عليه وابتعدوا عن الحق وخرجوا عن طاعة الله السؤال الثالث أذكروا الأمور التي تضمنتها دعوة نبي الله عيسى عليه السلام لقومه في الآية الكريمة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوليات بعد اسمه أحمد الأمور التي تضمنتها واحد أن الله عز وجل أرسل سيدنا عيسى الياباني إسرائيل ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته اثنين أخبرهم أنه متمم لرسالة موسى عليه السلام مصدق للتوراة ثلاث مبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيح وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة ألف اتهم بني إسرائيل نبي الله عيسى بالسحر المبين بعد أن جاءهم بالبينات صحيح بأوصف الله تعالى من يصر على الكفر والضلال بأنه أظلم الناس صحيح جيم تعهد الله تعالى بظهور دين الإسلام واتشار دعوته أيضا صحيح السؤال الخامس والأخير أذكر أحكام التجود التي تعلمتها سابقا في قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين عندنا فلما عندنا حرف غنة مشدد فقط هذا هو الذي تعلمناه النون والميم والمشددتين ونتمنى منكم نقل الأجوة ويعطيكم العافية